استؤنفت اجتماعات المفاوضات سد الضهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا برعية الاتحاد الإفريقي وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وخبراء مفاوضية الاتحاد الإفريقي وذلك استكمالا لأعمال المفاوضات بهدف الوصول إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبية وقالت وزارة الراية إن الاجتماع يأتي بناء على مخرجات القمة الإفريقية المصاغرة والتي عقدت يوم الواحد والعشرين من يوليو الماضي وتوصيات الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والراية من الدول الثلاث والذي عقد يوم الأحد الماضي وأشارت الوزارة إلى أنه تم خلال الاجتماع تباحث الوزراء حول النواحي الإجرائية لمسار المفاوضات الحالية حتى الثامن والعشرين من أغسطس الجاري كما قامت الدول الثلاثة بتبادل مقترحاتها بخصوص اتفاقية ملء وتشغيل سد النهضة